والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وتقبل الله قيامكم وصيامكم في هذا الشهر المبارك وجعلنا الله وإياكم من أتقائه من النار إن شاء الله قبل أن نبدأ حديثنا في تفسير سورة لقمان جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلى الله عليه عن النبي الأكرم أنه قال ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب النفاق أو تذهب بالنفاق اللهم صل على محمد وآل محمد النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول ارفعوا أصواتكم بالصلاة يعني أنه إذا قال المؤمن الصلاة إخفاة أو بصوت ليس عالي تأخذ أثر ولكن ليس الأثر يكون كما أن الإنسان يرفع صوته إذا رفع الإنسان صوته بالصلاة أخذت أثرا ثانية وهذا الأثر حسب هذه الرواية أنه تذهب النفاق وإذا ذهب النفاق ماذا بقيه؟ بقي الإيمان فرفع الصلوات يذهب بالنفاق ويبقى الإيمان والإيمان هو ما ينجي الإنسان يوم القيامة نحن نقول نسأل الله حسن العاقبة وحسن العاقبة تكون بإيمان الشخص فهذه الصلوات بما أنها صلوات سهلة خفيفة على اللسان ولكن النبي يقول أرفع أصواتكم بها لماذا؟ تذهب عنكم النفاق تبقى الإيمان وتحسن العاقبة إن شاء الله تعالى الآن وصلنا في بحثنا في سورة لقمان إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الآن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر القرآن ذكر المحسنين ذكر المسيئين أصحاب الله وأصحاب الله وذكر عظيم عجائبه وعظيم خلقه في الأرض وفي الإنسان الآن بدأ في موضوع أخلاقي موضوع أقائدي موضوع تربوي للإنسان وبدأ بذكر قصة لقمان الآن اختلفوا الناس في لقمان هل هو نبي هل هو وصي هل هو عبد صالح لكن حسب الروايات التي وردت عن أهل بيسال عم الله عليه وعن الرسول صلى الله عليه وآله يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ولكنه كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين أحب الله فأحبه ومن عليه بالحكمة يعني حسب حديث النبي أنه لقمان لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا يتفكر في خلق الله يحب الله سبحانه وتعالى ومن حبه لله وتفكره في الله الله سبحانه وتعالى من عليه بالحكمة وجعل ذكره خالدا إلى يوم القيامة رغم أنه لم يكن نبيا أو لم يكن وصيا كان عبدا صالحا وكل إنسان عند القابلية والاستدال أن يصل إلى ما وصل إليه لقمان فهذا ليس حكرا على لقمان ولكن الله سبحانه وتعالى ضرب به مثالا ثم في حديث عن الإمام الصدق صلى الله عليه عن أحد أصحابه قال سألته عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل يعني هذا الصحابي أو هذا أحد أصحاب الإمام يسأل عن لقمان فأجاب الإمام قال أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال يعني الله سبحانه وتعالى اختار لقمان على ماذا لا لحسبه ولا لماله ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال أيضا ليس ليكون له أهل يعرف بهم ولا في جسمه بسط حتى يكون مثلا قوي العضلات الله سبحانه وتعالى يختاره ولا كان له جمال يعني حسب ما نقل إنه كان عبدا يعني أسود اللون عبدا أسود اللون يعني كان مملوكا للشخص ولكنه هنا الإمام يعرج على لقمان ولماذا آتاه الله الحكمة وجعل ذكره خالدا قال ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله يعني عندما توصل الأمور إلى أمر الله ومعصية الله لا يوقف ما يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى احنا بعض الأحيان نتجاوز حدود الله لنرضي أنفسنا أو لنرضي غيرنا يعني ما يخالف أختاب ما يخالف أشذب ما يخالف أبوك بس شنو يكون ذاك راضي عني أو أنا راضي عن نفسي أما لقمان لا ما لله لله ما يتجاوز هذه الحدود تلك حدود الله فلا تتعدوها وفي آية أخرى فلا تقربها هذا الرجل كان عند تلك الحدود فيقول الإمام ليس بحسبه ليس بنسبه ليس بجماله ليس بأي شيء بل أنه كان قويا في أمر الله أحيانا بقوي أنه يوقف عند الحدود ويصدع بالحق هناك ناس من تهجياء يكره كلمة الحق يقول لك دعوفنا خلينا بشغلنا ست جاينا نحن عايزين طلابه لا الحق حق إن كان لي أو إن كان علي ما يفرق الإنسان يكون يقف يكون قوي عند الحق وإن كان على حساب نفسه كن الإنسان هكذا يكون لديه قوة متورعا في الله يعني عند المحارب عند ورع عند التقوى ما يقدم على أي شيء إذا ما يعرف ماذا يفعل ما يقدم عليه نحن بعض الأحيان أمور مشكوك فيها يقول يالله هس مني يقول هس حلال حرام مني يقول هس نحن سونا إحنا ما سونا شيء انبسط الأمور نفسنا لا الإنسان يكون عنده يكون عنده شيء ورع متورع إنه ميت يحط روحة في مآزق وميت جاوز قبل أن يعلم هل هو حرام أم هو حرام حلال أم حرام أم لله فيه مرضات أم لا ساكنا سكينة هذه خصلة جميلة جدا ربما مثلي وأمثال يفقدوها عنده هدوء عنده وقار أحيانا الإنسان يشوفها مثل الطفل ابك الشي حاش الروحة ابك الشي يحتي وحتى بعض الأحيان حتى حركاته ما تناسب عمره يقمز ويتحرك ويجيب لا هذه مو حلوة للإنسان الكنسان يكون شوني وقور ساكن هادئ حتى في مشته من يمشي يكون يمشي هم على كيف بدوء كلام يكون موزون حركاته تكون موزونة عميق النظر مني ينظر للأشياء مو سطحية نظرته لا كش ياخذها يفكر بي زائد يروح طويل ليش حتى يستفاد من النظر حتى يستفاد من التفكير طويل الفكر عميق النظر طويل الفكر حديد النظر يعني نظره بعيد جدا ما يقف عند حاد شون الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وآله وصلي يقول رحم الله امرئن عمل عملا فتدبر عاقبته يعني كل عمل تقدم عليه قبل لا تقدم عليه شوف نتيجة نتيجة شنو بصالحك مو بصالحك بيها دنب ما بيها دنب هيكون تحسب حسابها قبل لا تقدم بالعمل لذلك يقول كان حديد النظر يعني ما يفوته شي مستعبرا بالعبر من يقرأ مثلا آية أو يقرأ حديث أو يتمر علي حكمة مو يتمر علي مرار الكرام لا يستعبر من عدها شوف شن الحكمة مثلا أهل بيسلام الله عليهم إذا وصلوا إلى آيات العذاب وآيات جهنم يستعيدون بالله يوقف الإمام يبكي كذا من يصل إلى آية الرحمة هم أيضا يوقف هم يحمد الله سبحانه وتعالى يشكره ياخذ عبرة والقرآن مترس عبر القصص في القرآن هي مو قضية أنه الله سبحانه وتعالى يدي يضيع وقت أو يدي ونسنا أو يدي يشير من همنا أو لا عبرة في كل كلمة عبرة هذا الإنسان كان مستعبرا بالعبر ياخذ هذا العبر لم ينم نهاره قطة أصلا النهار ما ينم نحن نتعب ننام قيلو لم يستحبك هذا الجل ما ينم نقضي وقته في عبادة الله نقضي وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يمروا برجلين يختصمان أو يختتلان إلا أصلح بينهما وهذه خصة أيضا جميلة أنه الإنسان يكون عند دور فعال بالمجتمع من تمر عليه قضية ويشوف ناس متعاركين ما يقول مش غلطي خلهم بناتهم أنا شدخني لا يجي حاول يصلح قدر ما استطاع إن قدر قدر ما قدر هم هو مسول عليه هذه الخصة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه أحلت لقمان أن يكون مصدرا أو عفوا أن يكون موضعا لتلقي الحكمة من الله سبحانه وتعالى وفي حديث آخر قال الإمام سلام الله عليه وكان يكثر مجالس الفقهاء والحكماء كل مجلس بيه حكمة بيه ثقه بيه علم يحضر له إحنا أحيانا نستثقل الأمور يلا هذا سامعين الحتي يلا هذا ما يعجبني الخطيب وذلك ما يعجبني الخطيب لا مو هكذا القضية الإنسان كل مجلس يمكن يكون فيه حكمة يكون فيه علم ولو كلمة يحضره ما خسران شيء حتى وأن كان الخطيب ما يعجبك أو هذا الإنسان يقول أنا علي مؤاخذات وما يوافق مزاجي خب لا يوافق مزاجك ولكن الحكمة ظالت المؤمن وما تلقاها تخذها هكذا كان لقمان فذكر الأم سلام الله عليهم في لقمان ما ذكروا في بعض الأحاديث أنه لقمان كان عبدا عند شخصا فقال له مولاه اذهب واذبح شاتا فأأتني بأطيب شيء فيها فذهب وأتى بالقلب واللسان ثم مرة أخرى قال اذبح شاتا فأأتني بأخبث شيء منها هم أتاه بالقلب واللسان فهذا تعجب السيد ما لقال له شو نس الشي جبتني لي الطيب نس الشي قال إنهما طيبين إذا صلوحة هذا القلب واللسان إذا صالح يكون أطيب شيء بالإنسان لسانه حلو ذكر الله عليه كلام حلو يريح الآخرين قلبه طيب ما يحمل أفغان ما يحمل حقد ما يحمل الأمراض القلب النميمة وفتنة وغش ما يحملها يكون طيب محبوب ولكن نفس القلب نفس اللسان إذا تغيرت الموجة كيف يتغير إذا كان اللسان غيبة ونميمة وأذية للآخرين وأسقاط الآخرين وفلان قال وفلان قالت هذا يكون أخبث شيء في الإنسان وكذلك القلب إذا ملء حق وغيظ وبغضاء الآخرين هم يكون أخبث شيء في الإنسان لذلك ترى أنه لقمان رجل كان حكيماً في تصرفه حكيماً في أعماله حكيماً في كل شيء لذلك أتى القرآن وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة من هذه الكلمة آتينا نعلم أن الحكمة تعطاه ولا تكتسب يعني أنا أقدر أقرأ كتوب وأسمع محاضرات من نهاية عمري ما صر حكيم إلا أن يشاء الله إذا كذلك يقول لقد آتينا لقمان الحكمة يعني هذه الحكمة تريدها أنت تجيك ليمد إذا تكون أنت المقدمات سويهم طيع الله خاف الله هذه نفس الخصال التي ذكرها الإمام الصادق عن لقمان إذا أتى بها الإنسان ذني الله يقول هذا عبدي يستحق أن أجعله حكيما يعطيك الحكمة وإلا أنه أنا لصير حكيم من عندي لا ما تجي أبدا مهما أحاول ما أصير حكيم آتينا أي يهبه إلهية أطاء إلهي يكتسبه الإنسان إذا عمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى كان عنده تقوى ورع تفكر أمقل في التفكر لذلك الله سبحانه وتعالى قال لقد آتينا لقمان الحكمة إذن هذه النعمة إذا كانت خاصة للإنسان إذا الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان نعمة النعم تستحق الشكر بل يجب الشكر عليها لذلك الله عندما آت لقمان الحكمة أن أشكر لي هذه كان الله سبحانه وتعالى قال الطناق الحكمة هل سيش سوي أن أشكر لي كنت أشكرني هسا لأن أنا أطرق هبة الله سبحانه وتعالى كم من الهبات التي أعطانا صحة وعافية وبيت وأكل وراتب وما شاء الله وحتى وأن كان الإنسان فقيرا كونه حيا يرزق بعين الله هذه نعمة ما لا تستحق هذه النعمة تستحق الشكر والآن نحن قليلين الشكر أصلا مما نهتم كأنما نحن بزودنا مثل ما قال هذا ابن عم ابن عم النبي موسى صلى الله عليه إنما أتيته على علم من عندي أنت شم سوي لي يعني أنا من عندي هذا كله من كد عملي من علمي لا الإنسان يكون يشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعم التي وهبها الله بها أن أشكر أن أشكر لله فشكر النعمة واجب على العبد إذن إذا آت الله سبحانه وتعالى عبد الحكمة وجب عليه الشكر نسأل السؤال ما هي الحكمة ما معنى الحكمة يعني ما معنى أن يكون الإنسان حكيما الآن المفسرين أصحاب اللغة كل أدلا بدلوه ما ما هي الحكمة وما معناها وكل قال ما أراد أن يصل إليه بعض قال أن تضع الأشياء في مواضيعها بعضهم قال هي التقوى بعضهم قال هي الإيمان وهل ما جر الآن نحن نبقى مع كلام المعصوم الإمام صلى الله عليه قال ومن يؤتي الحكمة فقرأتي خير كثير في تفسير هذه الآية قال معرفة الإمام الإنسان يكون حكيم متى متى يؤتى الحكمة إذا عرف إمام زمانه وعلم ماذا يريد منه هذا الإمام يعني الإمام شريد منك أحنا أغلب الأحيان ما نعرف إمام زماننا أصلا ما عدنا علم به أصلا إحنا نقرأ لدعاء وندعيله ونقرأ بعض الآيات ونقرأ بعض الروايات بس ما عدنا معرفة بالإمام ما يرضي الإمام وما يغيظ الإمام هذا كون شيء الإنسان يتعلمه يعرف إمام زمانه منه مو بس اسمه ولا رسمه يعرف ما يرضيه وما يغيظه هذا أول شيء يجب على الإنسان أن يتعلمه معرفة إمامه ثم يقول الإمام سلام الله عليه معرفة الإمام واجتناب الكبائر عرفت إمامك هل ستكون الكبائر تتجنبها الذنوب والآثام تتجنبها يقول التي أوجب الله عليها النار ذكرنا نحن في ليالي سابق أنه الذنوب الكبيرة أو كبائر الذنوب هي التي وعد الله عاملها أو فاعلها بالنار أما صغار الذنوب لا عليها عقاب ولكن لم يعد بالنار لفاعلها فالإمام يقول اعرف إمام زمانك واجتنب كبائر الذنوب التي أوجب الله عليها النار تؤتي الحكمة إذا ذن يسويه انت بعد بطريق الصحيح الله سبحانه وتعالى يفتح عليك الآفاق وعنه عليه السلام قال ورأس الحكمة مخافة الله الإنسان يجب أن يكون حكيم يخاف الله إذا خاف الله بعد ما عنده شيء إذا الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى في كل حركة في كل فكر في كل سكون في كل بعد ما عنده شيء يعني همه وغمه بالدني الله سبحانه وتعالى مرضات الله سبحانه وتعالى إذا كان مرضي لله سبحانه وتعالى هي هذا الحكمة الحكمة أن تكون ماذا أن تكون راضي لله سبحانه وتعالى ترضيه في كل ما يريد تطيعه في كل ما يريد هذه الحكمة ذلك الإمام يقول ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الشيء بالشيء يذكر حديث تطفق يقول أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها وعلي عليه السلام سيد الحكماء علي عليه السلام سيد الفصحاء سيد البلغاء ليس الحكمة يروح على الباب يروح على أمير المؤمنين سلام الله عليه والحكمة لها أهمية كبيرة أيضا القرآن أشار إليها في كثير من الموارد وخصوصا كانت هي الوظيفة الأولى للأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ويعلمهم الكتابة والحكمة يعني الناس الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء حتى يعلموهم القرآن ويعلموهم الحكمة أيضا وحتى في بعض الآيات القرآن يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إذا قلنا أنه الحكمة مخافة الله والله سبحانه وتعالى جعل عبده يخافه بعد شريد هذا خير الدنيا والآخرة إنه يكون العبد شنو يخاف من رب العالمين يقول فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وتظهر هذه الحكمة مخافة الله تظهر على إسانه على حركاته على أفعاله بعد شريد فهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء أن يقرؤون عليهم القرآن يتلون عليهم الآيات ويعلمهم هذه الحكمة لكي يكونوا عبادا صالحين أيضا الإمام سلام الله عليه يقول يقول الحكمة ضالة المؤمن والمؤمن بطبيعة حاله يبحث وينما كان هناك واحد يتكلم كلام يرضى الله ممكن يستفر عنده يروح له في حديث عن الإمام علي بن حسين سلام الله عليه يقول لا تحقر اللؤلؤ النفيس إن تشتب لها من الكبأ الخسيس يقول اللؤلؤة هي عادة تكون في مكان مخزون تحت البحار يكون مكانها شوي صعب الوصول إليه يقول ولكن أحيانا تقللوا في معون في شيء لربما قذر وصخ مو معنى تجاهلها تبقى ذات قيمة فيقول سمعت أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الكلمة من الحكمة لا تتلجلج في صدر المنافق لربما إنسان منافق ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيه حكمة قلبه فد معلومة بقلبه فالشيء هذا المنافق يقول في صدر المنافق تتلجلج في صدر المنافق نزاعا إلى مضانها حتى يلفظ بها يبقى هو هذا الشيء يتنازع هاي الكلمة هاي الشيء الجيد ما يصبر يطلحها يحتيها من يتلقف المفروض يتلقفها المؤمن فيسمعها المؤمن فيكون أحق بها وأهلها وإن كانت عن المنافق خب ما نقول هذا منافق هذا ضال وهذا مضل وأنا بعد ما أقرأ كتبه وما أسمع محاضراته ومن يمي أعزل الدنيا كلها خب إنسان ما يخلف يبقى إنسان خب تخالف عقائديا خالف عقائديا تخالف فقيا خالف فقيا ولكن إذا كان شيء لديه ممكن يفيدك في آخرتك يفيدك في دنياك خب سمعه ما كان مشكلة هذا كلام المعصوم صلى الله عليه يقول حتى لو لقيت اللؤلوة في مكان خسيس خب تأخذ أخو التنظفة تأخذ تفيدك وكذا الحكمة أن المؤمن يجب أن يبحث عليها في جميع مواردها كيف نصل إلى الحكمة نختم إن شاء الله نكمل فيما بعد كيف ممكن أن يصل الإنسان إلى الحكمة في الحديث المعروف عن أهل البيت سلام الله عليهم يقول من أخلص لله أربعين صباحا يعني أربعين صباح أو أربعين يوم الإنسان يتجنب المعاصي تماما ويتجنب أي شيء ممكن يحطه بمشكلة مع رب العالمين من قريبا أم من بعيد حتى بعض الناس أصحاب الرياضات الأخلاقية والنفسية مثلا يجنب الأكهل يجنب الأشياء الممكن تكون مشبوهة الأشياء الممكن تكون حرام يبقى على الأشياء التي متيقن يقين أنها حلال مثلا يقتصر على الماء والخضروات والأشياء متيقن حلال يترك الأشياء أربعين صباح رياضة نفسية يطحر هذا البدن يطحر هذه الروح فيقول الإمام من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه كيف نصل؟ تحتاج رياضة تحتاج مقدمات إنهم الآن قاعد وساكت وإذا الله سبحانه وتعالى رأسني سويني حكيم ما تمشي أصلا إن شاء الله أو أبا الله إلا أن تجري أمور بمقاديرها امشي على الطريق الصحيح تتيك الحكمة ما تمشي ما تتيك في حديثة أخرى عن الإمام صلى الله عليه يقول من زهد في الدنيا الإنسان اللي يعوف في الدنيا ويطلق الدنيا ويصير همم الدنيا همم الآخرة يقول ماذا يقول الإمام من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه يعني أنا مو أفكر بمالي وسياراتي وبيتي ونسواني وأطفالي أو كلها مهمة عني وبالأخير أجي يعود خمس دقائق لرب العالمين أطقطك هنا ركعت وقوم وقل اللهم أجعلني من الحكمة ما تمشي أبدا الإنسان يسهد والزهد مو أنه الإنسان يترك الدنيا وقابل المحراب ويقعد لا ولكن يبقى همه وشغله والشغل هو الله سبحانه وتعالى هاي الأمور ما تلهي كما ذكرنا في الذين يشترون الله والحديث ما تلهي يبقى على زهده يبقى على تقواه فيقول من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه اللسان يقول يحجي حكيم الصير كلام موزون كلامه إلى وزنه هكذا يأتي الله سبحانه وتعالى الحكمة لعباده الآن إن شاء الله أدنى نماذج من الحكمة إن شاء الله نتركها إلى المحاضرات أو الليالة القادمة بعد الوقت ما يصعفنا ولكن أقرأ عليكم بعض نصائح لقمان 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 عند نصائح كثيرة نقلها لنا المعصومين عليهم السلام من ضمن هذه النصائح قال هذا المقول لقمان إن تأدبت صغيرا انتفعت به كبيرا هاي هم قاعدة إذا واحد من الصغر يتأدب على الأداب الإسلامية على الأخلاق الإسلامية يأدب أبناء على كذا أداب من يكبرون يستفادون إحنا شون صرنا خوش أوادم أبهاتنا تعبوا علينا جزاهم الله خير علمونا لقنونا استفادينا لو أبهاتنا كانوا تركيننا لا هم إحنا نطلع كشي ماكو أصلا لا صفر باليدي وكذا كسر الآن تشوفوا الشباب ضالين منحرفين ليش لأن بعض الأباء بعض الأمارات للأسف الشديد ما يعطوهم هذا التربية التأديب ماكو يقول أنت أدبت صغيرا انتفعت به كبيرا نصيحة أخرى ونختم بها يقول إياك والكسل عن العلم أحيانا إنسان يتكاسل عن العلم بالطلب لغيره يعوف العلم يروح يلتهي بالدنيا يلتهي بالمال ومعرف أي شيء وكل ما يشغله فإن غلبت على الدنيا فإن غلبت على الدنيا فلا تغلبن على الآخرة إذا الدنيا يتيد غلبك خب متوسر آخرتك يكون كل موازنة وإذا فاتك طلب العلم في مضانه فقد غلبت على الآخرة إذا مجالس العلم ما تروح لها ما استفدت إذا أنت شنه خسرت آخرتك واجعل في أيامك ولياليك وساعاتك نصيبا في طلب العلم يعني هذا اليوم 24 ساعة أنت لا تقسمة توخر النوم وتوخر الأكل وتوخر ما أو شنه خلي لك فالساعة تقعد يفتح من هذا الصالحين راجع المسائل أقرف شيء يفيدك يعني كون باليوم مقدر من الوقت لتعلم العلم يعني هذا كأنه شيء مثل الواجب على الإنسان أنه يتعلم يقول اجعل لك ساعة للعلم فإنك لن تجد له تضيعا أشد من تركه يوم القيامة أشد حسرة على الإنسان يقول ضيعت عمري ما استفدت من عنده لو قاري لو سامع لو ما استفاد هذه حسرة يوم القيامة ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يوم الحسرة يوم الندامة فيقول لا تفوتك هاي ولا تماري فيه لجوجة مرة تتعلم لك حتشاية وتجي تطبل بها وآنا وآنا لا أهم شوية أهدأ إذا عندك معلومات خلك شوية مستقر ولا تجد لنا ثقيها همو تعلمتك حتشايتين بعد قرار مقالة وجدت مقطع على الوساب وشاف روح سيد الفقهة وقام يناقش الفقهة إشداك شي يقول وهذا شي يقول أنت وين قدرك وين خب مضخار نفسك معه مجتهد لا شوية الإنسان هم شنو شوية على كيفة شوية شوي ولا تعادين سلطانا ولا تماشين ظلوما ولا تصادقنه ولا تواخين فاسقا ولا تصاحبن متهمة هذه بعض الحكم من لقمان الآن الوقت فاتنا فما أقدر نفصل فيها تفصيل ولكن هذه الحكم من لقمان إذا واحد أصلا يقراها من باب القراءة والمطالع يستفاد بناء لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الإنسان مرتين في القرآن وقال آتيناه الحكمة وآتيناه الحكمة لأنه كان عبدا شكورا ذا خلق ذا سكينة ذا نظر ذا معرفة ذا مخافة من الله سبحانه وتعالى المفروض كل ما في لقمان المفروض يكون في وفي أمثالي وفي جميع المؤمنين حتى الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالحكمة إن شاء الله نكمل تفسير هذه الآية في الليالي السادقة إن الله مد في عمرنا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين